السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم باش مهندس محمد عمر من قناتكم الشرقاء وديزل هكون معاكم فعلا من الفيديوهات اللي هنشرح فيها برنامج اللوميون بكل تفاصيله هنبدأ من الصفر لحد الاحتراف في البرنامج يعني مهما كان مستوات هتستفيد وهتسمع معلومات ممكن تكون جديدة عليك هنتعلم مع بعض كل تفاصيله في البرنامج عشان نخرج في الاخر بمشروع واقعي بسم الله نبدأ اول فيديو واللي هنشرح فيه الشكل العام للبرنامج وواجهة المستوى نبدأ باول واهم متاب عندنا وهي بينش مارك ليه دي اهم متاب لانها بتحدد هل النسخة دي من لوميون تقدر تشتغل على الجهاز بتاعنا ولا لا وبنقدر من التاب دي اننا نشوف مواصفات الجهاز والحد الادمى لمتطلبات البرنامج والمقترح للجهاز عشان تكون تجربة قويسة مع البرنامج ويقلل نسبة المشاكل ولو في اي مشاكل او حاجة مش مقرية في البرنامج بندوس ريران بنشمارك وده بيكون زي البرنامج عشان يتعرف على اجزاء الجهاز من جديد تاني حاجة عندنا هي كرية نيو وده اللي بنبدأ منها اي مشروع وبيكون فيه تيمبتس جاهزة ونقدر نبدأ بها المشروع ولو مش محتاج حاجة جاهزة وعندك مشروع جاهز بالبيئة المحيطة بتاعته او انت حابق تعملها بنختار ولو عاوز مشروع من غير السماء وشمس وصحب بنختار ديزاين شوكيس وده في الاغلب بنستخدمه في عرض الاثاث والاضاءات والعربيات ولو عاملين مكت رندر ساعد بنستخدمه تالت تاب هي ودي بيكون فيها مشاريع كاملة انتيرير واكستيرير جاهزة بالرندر بتاعها عشان نشوف قدرات البرنامج ونقدر نتعلم منها اساليب جديدة لتكوين الصورة والرندر رابعة حاجة هي لود ودي منها بنقدر نفتح مشاريعنا القديمة تحت بيكون فيه المشاريع اللي اشتغلنا عليها قبل كده ولو مشروع مش ظاهر هنا بنعمل لود وبينجيبه من الجهاز وفيه عندنا مرج وده لو حابين ندمج مشروعين مع بعض وعشان يشتغل محتاجين نكون فتحين مشروع بالفعل وندمج معاه مشروع تاني عليه عندنا سيف وسيف اس طبعا سيف اس ده لو اول مرة نحفظ المشروع وسيف لو بالفعل المشروع عندنا على الجهاز وإحنا شغالين عليه فبنعمله سيف على طول عندنا ترد خانات تحت مش بنحتاجهم نهائي وفيه عندنا على جنب هنا حاجتين كمان الهلب ودي بتساعدك لو فيه حاجة مش فيما في البرنامج وفيه سيتنز ودي بتكون اعدادات المشروع وبتتكون من كذا حاجة اولهم الامج ودي بتكون اعدادات الصور بتتكون من خمس حاجات اولهم اليدلتور كواليتي ودي بنقللها كل ما لمشروعه مايجبر لان كل ما مشروعه مايجبر الاسيتس بتاعتنا بتزيد والمساحة بتزيد فبالتالي المشروع بيتقل و الحركة بيتكون قاو tenemos فبنبدأ نقللي اليدلتور كواليتي واليدلتور ريزولوشن بحس ان المشروع يبقى سريع تاني اليدلتور ريزولوشن دي بتتحكم في هي دي بتاعك بتخليه بيكسل شوية ولكن مش مش لدرجة وحشة يعني فيستحسن كلها مشروع ما يكبر بنقلم اليدوكواليتي واليدوكواليتي تاني حاجة البروكسيز البروكسيز دي بتنطبق على الاسيتس بتاعت البرنامج مش المودل اللي احنا عملين له امبورت دي بتعمل اف الاسيت بتخليه عبارة عن بوكس او ريكتانجل او كيو بايد ازاي هي بتحفظ مكان الاسيت اللي انت حطه وبتحوله لمربع او مكاعد ليه عشان الثري ديز اللي في المشروع تقل فبالتالي المشروع بقى اسرع الهاي كوريتي تريز ده طبعا بينطبق على الشجر بس وده بيحول الشجر لتو دي كل ما تابعت عنه يعني لما بتابعت عن الشجر لمسافة معينة الشجر ده بتحول تو دي عشان يحافظ على سرعة الجهاز لما بتقربله بيقل في ثري دي تاني دوت بيكون في الرندر مود ويستحسن احنا نقفله ليه لان دوت لما بتشغله اوتوماتيك كل ما تغير حاجة في في بيقوم على على طول عمل للصورة او للرندر بتاعك ده ساعة بيكون بيتقل الجهاز ليه لان ساعة بتزيد ومشروع بيكون كبير فالجهاز بيتقل فاحنا بنقفلها وكل ما نحتاج لنقفل الصورة بندوس عليها بتعمل تاني حاجة عندنا فيها تلات حاجات اول حاجة ودوت لو انت عندك وتوسله بالجهاز وعايز تشغله فبتفعل بتقفل دو لو مش عندك بتقفل. invert mouse y axis دوت بيلعب في ال y axis بحيس انت لو تلاعد بالماوس لفوق الصورة تنزل لتحت. ولو نزلت بالماوس لتحت الصورة تطلع لفوق. عكس الطبيعي. الطبيعي ان انت لما بتطلع لفوق الصورة بتطلع لفوق لما بتنزل لتحت الصورة بتنزل لتحت. فا اغلى الوقت بنشغل هاش. في برامج بتستخدم ال y axis inverted فبالتالي لو شخص متعود عليه فبي invert الماوس. ال usage analytics دوت بنفعلها لو انت حابب تشارك في ال customer improvement. دي حاجة تبعي للشركة احنا في الاغلب ما بنفعلهاش. ولكن ال developers طوال البرنامج المهم ما شغالين بيفعلوها عشان اي errors اي حاجة بتبعت على الشركة اردت. ارد حاجة ال system وده بيكون فيه settings الرئيسية بتاعت البرنامج. اول حاجة mute sound effects ليه لان البرنامج نخصه في sound effects. فلو احنا حابين نشتغل من مغير ما تكون الساوند دوت مؤثر عليك. فبتعمل له mute. لما بتيجي حابب تسمعه وبتقفله تاني. use imperial units دي هو البرنامج metric بيشتغل بالمتر. فلو انت فعلت imperial units هيشتغل بالinch. تمام? فاحنا في الاغلب بنقفله لان احنا في مصر بنشتغل بالimperial units. ده برضه على حسب انت بتحب تشتغل ويه. write error log ده برضو لو في اي error بيبات على الشركة automatic انت حابب تقفله او وتفتحه وده حاجة ترجع لك. recovery ده مهم جدا جدا جدا. ليه لان ساعات البرنامج بيكراش. lumion بالذات بيحصل له كراشز كتير. فلو انت مش مفعل recovery والجهاز حصل له كراش او البرنامج افل. فكل مجهودك لو انت مش عمله save هو يضيع. فيستحسن انت لايما ان تكون عامل recovery. ما بيريكاورش مية في المية ولكن بينقذ ما يمكن انقاذه يعني. فده مفيد بالنسبة لي. الفول سكرين ده طبعا بيخلي الصورة بتاعتك فول سكرين اولا. اوتو ده لو انت عندك اللايسنس مش كراك. فبالتالي بتفعل الاوتو ابديت. وفيه ناس بيقع عندها اللايسنس ما تفعلوش لان هو كلشها بيحمل 20 جيجا بايت و30 جيجا بايت وكده فبيزود لود عالجهاز. فاته ممكن تحمل version وتثبت عليه. تمام? ده طبعا ما كان البرنامج بتاعك. اخر حاجة معنا هي اللايسنس. وده طبعا بيكون اللايسنس بتاعتك نوعها ايه? سواء student سواء انت شريحة او انت جاي بلايسنس. بكده انكم خلصنا اول فيديو وعرفنا كل تفاصيل وجهة المستخدم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.